خرجوا صادقة أضحي التلعيد وقتاش نبدأ ونخرجوها في أي يوم في أي وقت يتيسر له يتصدق من اللحم التاع الأضحية يعني وما هو الشرط ثلث ولا يعني يقدر يتصدق بالنصف يقدر بالثلث يقدر بالأكثرية يقدر يأكل شوية ويتصدق الأكثر يقدر يأكل بزاف ويتصدق شوية على حسب الحاجة التاع الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر هذا قال فاكلوا منها وأطعموا البائسة الفقير نأكلوا منها من صدقهاش كامل نأكلوا جزء منها وبعض العلماء قالوا يعني هذا ليس حديث ولا نص قرآني قال من الأفضل إنسان الأضحية يدر على ثلاثة ثلث يأكله وثلث يتصدق به وثلث يهدي يعني فاكلوا منها وأطعموا القانعة والمعتر العيد هو يوم فرح ونشر للسرور والتوسعة على العيال والأكل والشرب دون تبذير شيخنا لحقتني رسالة على صفحة الفيسبوك من رسيات عائلة قالت لك إحنا ندبحوا الأضحية دينا بصح صادقة الأضحية ما كاش لمن خرجوها أنت وش تقول لهم؟ نعم يجوز يجوز الإحسان إلى حتى للناس الذين هم على غير ديننا لأن ربي قال وأطعموا الباعث الفقير سواء كان مسلما أو كان كافرا بالعكس حتى الزكاة أي زكاة المال قال والمؤلفة قلوبهم معنى المؤلفة قلوبهم الناس اللي هم حبين الإسلام بسح ما دخلوش فيه نعطوهم من مال الزكاة حتى نؤلف قلوبهم حتى نحببهم في الإسلام حتى يدخلوا في هذا الدين لعل هذا الإحسان إلى هؤلاء يكون سبب لدخولهم في دين الإسلام